كما دعى مدير الصحة بساحل حضر موت دكتور عبدالله كيعة إلى أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا مئتين وواحد من الحالات فيما بلغ عدد المتعافين حوالي 23 حالة فيما تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة الوضع الصحي مستقر نوعا ما ولكن نحن نتمنى من المجتمع والناس عامة أن تأخذ حذرها وتلتزم بمحاذير السلامة ومكافحة العدوى خاصة بعد رفع الحضر البعض رفع الحضر الجزئي لأن ذلك إذا لم تلتزم الناس سوف تكون العواقب وخيمة ونسأل الله السلامة ونجمدنا هذه شكرا